احنا مكملين في الكلام على ازاي كل واحد فينا يشعر شريك حياته انه هو قيمة اضافية في حياته وده شيء مهم جدا جدا عشان يحس بالاهتمام كتير من الناس بتحس بالاهتمام ان الاهتمام ده ان انا حس الشريك حياتي ان انا حريص عليه ان انا عايز بقى دايما معاه مش هو ده الاهتمام بالمعنى الصحيح الاعتمام بمعنى الصحيح ان شريك الحياة يحس ان هو نعمة قيمة اضافية في حياتي يعني مش يحس ان هو بيقحم نفسه في حياتي مش يحس ان هو حاجة قلقاني حاجة مسبباني ازمة ولا تعب ولكن حاجة بتاخدني لقدام كل ما ما حس الشريك حياتي بهذا المعنى كل ما احس انا نفسي براحة كل ما حياتي بتتجدد لكن مثلا من الامثلة اللي بتعوقها هذه المعنى مثلا بيخلي الاهتمام بشريك الحياة مش حقيقي يعني ايه مثلا تعالوا نشوف ان الاهتمام التمثيلي اللي هو الاهتمام الفيك الاهتمام اللي مش حقيقي اهتمام بالتفكير يقول له ايه مثلا انا شريك حياتي بيحس ان هو انا مهتم بيه امتى لما اهتم بتفكيره فاهتم بتفكيره ازاي ان انا يبقى بيني وبينه حوار وبيني وبيني مشهورة فييجي مثل كده عندنا من الامثلة الشعبية بتقول ايه من التراث الشعب عندنا اللي هو ليه اثر سلب قوي شوروهم وخلفوهم فالمثل ده يعمل ايه يخلي الواحد يكلم زوجته ولكن هو في الحقيقة تحس ان هي مالهاش لازمة تحس ان هي مش مهمة هو سمع الكلام من هنا وطلعه من ناحية التانية هو طلب مشورتها اه بس هو مثل ولذلك الاهتمام لازم يبقى اهتمام حقيقي يكون الاهتمام حقيقي ازاي تعالوا نشوف الاهتمام الحقيقي ازاي لازم الاهتمام الحقيقي له سلوكيات اول سلوك لازم اهتم به هو الاهتمام بالتفكير ان كل واحد يهتم بتفكير التاني يعني ايه يهتم بتفكير التاني يعني كل واحد فينا ياخد رأي التاني يعني ايه ياخد رأيه ياخد رأيه وعون وسند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وفي شأن العبادة وفي شأن رعاية المسلمين وهو حضرة النبي الذي يأتيه الوحي من السماء وهو المدعوم بمدد الله سبحانه وتعالى يشاور السيدة مسلمة رضي الله عنه فإن ليحصل؟ فيحصل انفراجة للمسلمين حضرة النبي ما كانش بالمناسبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن ينتظر حتى يأتيه الوحي من السماء لكن حضرة النبي كان بيعلمنا إحنا يعني إيه؟ زوج يهتم بزوجته يعني إيه؟ يخليها شريكة لي في المشورة فيسمع رأيها ولذلك المسألة واضحة قوي بأول حاجة عندنا التفكير إن أنا أهتم إن أنا أظهر إن تفكيره يضيف إلي لكن لما بصبأ لما واحد يجي يتعامل مع زوجته على إن هي أنا عارف أنت بتفكري في إيه إما أنت أكيد يعني تفكيرك مش هيبقى مهم ولا هي تقول له أنا عارف أنت بتفكر في إيه دايماً كده بتفكر إن أنت أنا إنسان وحش فكرة إن أنت عارف أنا بفكر في إيه دي مش الطريقة الصحيحة في التعامل مع شريك الحياة يبقى أنا لازم أهتم بتفكيره يعني إيه أهتم بتفكيره؟ طول الوقت أنا وبنظر لتفكيره لما يقول فكرة أمدحها يبقى متح التفكير أحد أشكال الاهتمام متح التصورات اللي بيقولها عن الحياة وعن العيشة اللي إحنا عايشينها شيء مهم جداً 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 يبقى أول حاجة عشان يبني الاهتمام الاهتمام بالتفكير من ذلك مثلاً محدش بيقول إن البيت مش مملكة الست وإن هي عارفة إزاي تدير البيت أستاذها هي في إدارة البيت لكن ما فيش مانع خالص إن تسمع رأي زوجها وتقدره وتحترمه ليه تسمع رأي زوجها؟ مش هي بتسمع رأي زوجها لإن هي محتاجة إن هو تبينه إن هو أعرف فيها بأمور البيت لكن هو محتاج إن هو يحس إن هو معاها وإن هو مهم ليها مش هو يدخل البيت يبص يلاقي البيت كله يتغير وهو ولا هو هنا قال أولاً كده مش هيحس بإن هو ليه أهمية لإن كل حاجة تغيرت ودائماً نسمع بقى في جلسات الإرشاد الزوجي عندنا الزوج يجي ويقول ليه ما عملت كل حاجة أنا رأيي يهمك في حاجة آه يبقى هي لازم تعمل كده بس ده فن ما ينفعش إن ده يتحول إلى عب لازم يكون عندي كده مقياس أقيس بي إزاي الحاجات دي ما تتحولش إلى عبء عليه يبقى إذن يبقى أول حاجة الاهتمام بالتفكير هو كمان ما فيش مانع إن هو يسألها عن قراراته اللي تتعلق بملفات الحياة أو ملفات صداقته أو ملفات عمله بما لا يجعل كذلك ده عبء عليها إن هي تهتم وتشيل الهم لكن هو ياخد رأيها في شيء ويقول لها والله أنت بينتلي معنى من المعاني المهمة إن أنا إزاي أبقى حريص على علاقات كتير من الزوجات بيغيب عن الأزواج فكرة إن هو يكون مهتم بالعلاقة والستات بتبقى شطرين في ده إذن هذا التبادل بيخليهم ده الحاجة الثانية اللي بتبين الاهتمام هو الحوار ومدة الحوار يعني كل ما قدلنا نعيش نتحاور مع بعض المدة شوف حضرت النبي بيين الاهتمام بالسيدة عائشة إزاي سمع منها قصة لـ 11 امرأة وهي بتتكلم عن أنماط الأزواج بتوته فاسمعها حضرت النبي يسمع كلام السيدة عائشة ويبتحكي وهذا من أطول الأحاديث في سنة رسول الله اللي هو أحاديث أم مزارع ويبتحكي السيدة عائشة عن هذا وحضرت النبي بيين الله أنه هو مهتم ولذلك لما جيه وصل الكلام على أبي زرع وأم زرع قال لها كنت لكي كأبي زرع اللي أم زرع إلا أنني لا أطلقه يعني أنا مهتم بالكلام اللي أنت بتقوليه يبقى الحوار من الحاجات اللي بتزعج الأزواج والزوجات إنهم يقولوا إحنا ما نقدرش نقعد مع بعض عشر دايق على بعض نتكلم هم عايزين يقولوا إيه إن إحنا مع بعض مش مهمين لبعض ولذلك بيروح هو مقارن وهي مقارن هو يقعد يتكلم مع أصحابه ويقعد يتكلم مع الناس كلها بالساعات لكن أنا معايا ما يتقش يتكلم لمدة عشر دايق وكي إنها بتقول أنا مش مهمة بالنسبة له هو يقول لها هي بتتكلم مع مامتها ومع أختها بالساعة وأنا لما يجي تتكلم معايا مش قادرة تقعد بتسمعني لمدة عشر دايق أو ربع ساعة يبقى إيه اللي حاصل يبقى الحوار ومدته وطريقته بيبين الاهتمام فلذلك لما يجي حد يتحاور مع زوجته لما يجي واحدة تتحاور مع زوجها ما ينفعش إن هي بتتحاور معها أنا أبعرف إن الستات بتعمل حاجات كتيرة لازم نسيب اللي في إدينا ونبص في عينين بعض ونكلم بعض وإحنا في الطول اللي ما إحنا بنتحاور كل واحد يقول للتاني كلام معناه إن هو مركز في الحوار معاه يبقى لازم الحوار يبقى حوار حقيقي مش حوار تمثيلي طب إيه اللي بيخلينا نعمل حوار تمثيلي إن أنا شايف إن أنا مش مهم لشركة حيات أو إن هو مش مهم بالنسبة لي لو أنا عايز أحسسه بالأهمية أحسسه بإن الحوار مهم وياريت الحوار يكون كل واحد فينا مستعدله يبقى أول حاجة تفكير الاهتمام بالتفكير تاني حاجة الاهتمام بالحوار تالت حاجة الاهتمام بالقرارات إن إحنا لما ناخد قرار مع بعض ما ينفعش نرميه وننساه لازم نتشارك ونسمع بعض ولما نتفع على قرار نحترمه نحترمه يعني إيه خلاص القرار ده إحنا أخذناه مع بعض آخر حاجة كمان بتبقى واضحة قوي 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 ينفع إن أنا بيين يبقى خلاص أنا أبقى فاكر حتى لو أدى إننا أكتب القرار اللي احنا اتفقنا عليه لأن الست لما تحس إنهم أخذوا قرار مع بعض أخذوا قرار مع بعض إنهم هيغيروا عافش الشقة بعد سنتين فتبص تلاقي قرار اتنسى أول ما تشوفي قرار اتنسى تحس إن هي مش مهمة بالنسبة له هو لما يقول لها حاجة إن إحنا في حد جينا الضيوف وبعدين هي تنسى المسألة دي يحس إن ما فيش إيه إن ما فيش اهتمام به يبقى إيه اللي حاصل؟ أنا قلت إن إحنا مش هنعمل كذا فتعمل كذا تقوله والله أستنى نسيت هو في باله كده يقول أنا واضح إنه ما ليش أهمية عندها يبقى إذن المسائل كده لازم نبص فيها خلينا سهل عليكم الأمر شوية عايزين تبقوا مهتمين بشركاء حياتكم اهتموا بست حاجات اهتموا بشريك حياتك في ذاته يعني لما يعمل حاجة جديدة مختلفة على طول بيير له اللي إنت لحظتها إيه الجمال ده؟ أنت النهاردة فيه حاجة مختلفة نفس الكلام أنت النهاردة يعني بيبقى مؤلم أول أقول لكم حاجات كده خفيفة كده بيبقى مؤلم أول إن الزوج يروح يروح مثلا يحلق وبعدين يروح البيت فزوجته مطلح السده زي ما هو برضو مؤلم عليها إن هي تعمل حاجة جديدة في شكلها وهو ما يهتمش به بيبقى مؤلم جدا 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 فلازم نهتم به في ذاته أي تغير بيعمله في ذاته بيغير في تعبير بيغير في كلمة بيغير في حاجة نبقى مركزين التركيز ده على فكرة ده بيجدد الحياة مش إحنا طول الوقت عايزين نقول نجدد الحياة نجدد الحياة نجدد الحياة نجدد الحياة فأول ملف هو ملفه في ذاته ملف الثاني ملفه في أسرته يعني سواء الأسرة الصغيرة اللي إحنا ومع بعض أو ملف أهتم كمان هو عمل إيه النهاردة مع الأولاد حاجة ملف العمل هو عمل ايه؟ سواء هو عمله الخارجي او هي عملها في البيت هتبقى سعيدة جدا جدا انه لما بتحكيلي و انا اهتم predictableية بتحكولي عن البيت هو كمان دا نوع من انواع عن الاهتمام لما هو يحكيلي عن الشغل دا نوع من انواع الاهتمام رابع حاجة الاهتمام بالعلاقات ايه؟ هيبقى سعيدة جدا 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 لما تسألينه انت عامل ايه مع فلان عامل ايه مع اللان طب انت كذا كذا طب انت رحت عذا فلان بقى سعيد شكرا انا انت مهتمية بالتفاصيل ها هيكمان هيبقى سعيد ان انت سألت على ماما عملت كذا هيبقى هيتبقى سعيدة كمان ان انت مهتم بعلاقاتها الحاجة اللي بعد كده ان ان هدم بسعدته ايه اللي بيسعده حتى لو كان حاجة بسيطة حتى لو كان شوكولاتة حتى لو كان ده كله اهتمام بالتفاصيل اللي بتسعد الانسان ده مهم جدا بتفرح اولا اما انت وانت وماشي تضفр النور لان النور الوالع وهي موجودة وهي نايمة بتبقى منزعجة جدا جدا تفرح هي هو هو كمان بيفرح ان انت تهتمي بيه ان انت تكبيه لك باية الشئ كل الحاجات اللي بتسعد ولو بسيطة كده كمان ملف الاخير هو ملف الاهتمام بالمستقبل لما يحد يحس ان هو بواحد مهتم بمستقبله وكمان مهتم بمستقبل الاسرة بيحسه بسعادة بالغة هو في ذاته اسرته وعائلته عمله كمان علاقاته وسعادته ومستقبله كل ده اشكال من اشكال السعادة احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة خالص اقول لكم اجراء بسيط اجعل ملفات الستة دول مع ملف احنا عناعمل ايه مع بعض امر مشترك يبقى سبع ملفات اجعل كل يوم في الاسبوع بس عشر دقيق او ربع ساعة اتطمن على ملف من ملفات السبعة دول وشارك شريك حياتك في الملفات السبعة دول هتجد ان حياتك بقت افضل بكتير وهيحس كل واحد فينا اني هو قيمة اضافية لشريك حياته يا رب الهمنا التوفيق والسداد وجعلنا على الدوام في خير وفي بركة وفي امان وفي سعادة وتعالوا نبتدي على طول ندخل على صفحتنا على الفيسبوك اللي احنا دايما بنتلقى عليها اسئلاتكم المباركة ونفضل في وصال معاكم ونور وبركة وتفضل هذه الصفحة هي جس من جسور النور اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا ان احنا نتواصل بيها وبنسعد جدا 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 بتعليقاتكم وكمان باقتراحتكم وخاصة ان احنا جايين على شهر رمضان المبارك وانا انتظر منكم اقتراحات كتيرة تعالوا نبتدي ونسمع اول سؤال من عندنا مين معنا معنا ام محمد تتفضل ام محمد اهلا ونا سهلا السلام عليكم اهلا ونا سهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا ام محمد طيب انت عايزة تتسأليني هل اللي بيحصل له دوت بسبب ان انتو اخدتوا العوض اخدوا العوض حلال ولا حرام ايوا يا فهم هقول لحضرتك يا ام محمد يعني ممكنش هايزة احتلوا مشكلة لا ما تخفيش ولا حاجة خالص هقولك انا اقولك القصة ايه كلها بص يا ام محمد ان انتو لو حصل عليكم اي ضرر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسألة مهمة في حياة الناس ان حياة الناس عشان تتزن لازم نرفع منها الضرر فانت لو حصل حادث وحصل لكم ضرر لا الشرع الشريف في اوقات كتيرة بيحثكم على ان كنتم تاخدوا الاشياء اللي ترفع بيها الضرر عنكم ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر لا ضرار في بعض الاحيين مش اخذ العوض في بعض الاحيين اخذ ما نصلح فيه الضرر للواقع هيكون من المستحبات لان اذا كنت انا مش قادر اصلح الضرر ده وده وتعي خلي حياتي تضطرب او تخلي حياتي ما تبقاش في حياتها في وضعها المناسب هيبقى من المناسب ان انا اخد ده عشان اصلح حياتي وخاصة لو كان الضرر يزال الضرر يزال يعني ايه اللي عمل ضرر يزيله فانتو لما اخدتو اللي بيسميه المصرين عوض هو ده مش عوض في الحقيقة هو ده اداء لاصلاح الضرر الذي وقع مفيش حاجة ولزلك اما ليه الناس قالت عوض قالت عوض ده لا احنا بناخد ما نصلح به الضرر ولزلك اللي بنحصل عليه بيكون بيساوي الضرر للفعل اللي وقع علينا فانت لما اخدت الفلوس اللي انت بيها تدفع الضرر اللي وقع عليك ده في الحادثة دي انت ليس عليك اسم بل انت ساعدتي الشخص الذي ارتكب هذا الخطأ على ان يتخلص من اسمه وان يتخلص من الاذى التي اوقعه على الناس بالعكس ولزلك الفلوس اللي انت خدتها دي حلال وانت قد تكوني مثابة على اني اخذت الفلوس دي عشان انت تستعيني بيها على حياتك وتستعيني بيها على ان انت لا تحملي نفسك ما لا تطقين طب وبنسبة بقى الحاجات الكتيرة اللي بتحصل لنا بقى دول اقدار اللي سبحانه وتعالى واختبار من الله سبحانه وتعالى عن احنا عندنا ثبات واحنا نجحنا مرة فخلاص بقينا نجحين احنا فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرفع درجاتنا واجعلنا في حالة ثبات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت من القول الثابت اللي ربنا بيثبت به الناس الرضا والصبر فالرضا والصبر قولان ثابتان يثبت بهم الناس وإيه اللي يحصل لان احنا مش عندنا الكيس من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت فإيه اللي حاصل فبالرضا وبالصبر فمن رضي فله الرضا يرضيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخرة وإنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب إبقى إيه اللي حاصل لأ انتوا معندكمش اي شيء واللي حاصل دهات ملوش دعوة خالص واستخدام ويريت الناس ما تستخدمش نوع انواع اللي انا بسميه لا لابتزاز الدين ولا التهديد ولا التهديد الايماني محدش يهدد حد في دينه ولا في ايمانه دعو الناس يعيشون في نعمة الله يرحمكم الله معانا مين معانا ام يوسف ام يوسف ام يوسف ام يوسف معانا مم يوسف تحاول تكلمنا مرة تانية لو سمحت استاذة اسماء تتفضل سلام عليكم استاذة اسماء تفضل وعليكم السلام فاضلتي الشيخ بنشكر حضرتك جدا على مجهود حضرتك اللي بتعمله معنا الله يخلي حضرتك انا هقولي المشكلة بسرعة جدا بس حضرتك معالش اسمعني حاضر بس حضرتك في البداية خالص زوجي كان اشترى عربية تمام كانت شرك ما بينه وما بين حد من ارايبي انا تمام فحصلت مشكلة وكده فالمهم بابا تصرف له في فلوس وجبها له تمام يعني خد العربية ليه هو تمام كانت مقدمة لسه وفي باقي قصة العربية العربية ليها قصات تمام فحضرتك يعني بابا دفع له المقدمة لا بابا دفع المقدمة اللي دفعها الشخص التاني لكن مقدمة زوجي موجودة زي ما هي وخلاص وعلى اساس ان زوجي بعد كده لما ربنا يسيلة معاه هيكمل بقية يعني يدي لبابا الفلوس اللي هو اخدها طيب بعدين تمام حضرتك جون بعد كده جوزي اتعرض لموقف كده يعني اللي هو يعني وقع في شغله والكلام ده كله فكان عليه حوالي 11000 جنيه تمام للبنك وباقي 48000 جنيه على تمن العربية العربية تمامها كان 140000 جنيه تمام حضرتك فاخوه انا من غير ما نعرف اخوه وزوجته قالوله لا احنا بص هندفع الفلوس اللي عليك بس تكتب لنا تنازل عن العربية انا 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 ال 11000 ولا 48000 ال 11400 جنيه كمان فيزة مشتروات و 48000 جنيه وخدوا العربية من غير ما زوجي خد ولا مليم تاني تمام هو كان واقع بقى وموظف حكومة وعايز بقى يخلص يعني عايز يخلص من موضوع البنك حضرتك عارف مشاكل البنك طيب يعني هو عشان المطالبات البنكية وكأنه تنازل لهم عن العربية تنازل لهم عن العربية باعتبار انهم هيدفعوا باقي الاقصاد ويدفعوا 11000 جنيه كمان لمين للوالي بس هو طبعا خسر فيها جدا تمام جم بعد كده اتصلوا به قالوله تعالى احنا عايزينك ده اخوه واخته كبيرة ايه رأيك انت هنرجع لك العربية تاني بس تدفع لنا كل شهر 4000 ونص تمام واول ما تخلص ثمن العربية احنا هنكتب لك ورقة بالعربية فهو طبعا عشان اخوه ماخدش ورقة ولا اي حاجة تمام فايه بقى دي حضرتك بقى دفع كل الفلوس كان فاضل قست واحد بس تمام لدرجة قبل ما يدفع قبل ما يخلص اخر قست خلوه اخوه مع خطوة خطوة قصة لطيفة بس تسأليني بقى سؤال يا استاذ اسماء هسأل حضرتك دلوقتي هم دلوقتي رجعوا في البيع بعد اخر قست دفعوا وبعد ما صلح العربية كمان وعرفوا ان هو صلح العربية وخلص العربية رجعوا في البيع قالوا اخوه لا خلاص ما لكش عندنا العربية فهل ينفع ان البيع هل ينفع ان حد قال بيع وعشان احنا ماخدناش ورقة ان كده خلص قالت لا احنا عطبرنا اي جار خلاص كده وما لكش عندنا حاجة بعد الغلال لا بيش حال سمعت برنا هم بيقولوا انا بس عشان سمعت من حضرتك بناء على الكلام اللي سمعتوا من حضرتك انا اقولك الكلام ده احنا خلاص مسألة ان هو دفع خدوا العربية بال11 وال48 الف ان هم خدوا العربية بال59 الف دي دي خلاص احنا خلاص 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 ما منها بس انا كان لازم بضميري ان انا اقول الحضرتك حاضر حاضر فخلاص العربية بايت ملكهم وخلاص زوجك اداهم كل الاوراق والعربية بايت ملكهم سواء باهم ظلموه ما ظلموهوش لا هو رضي وخلاصه باع العربية وبعدين قال له خلاص انت بتدي ادفع لنا اقصات للعربية دي والعربية دي هتبقى ملك هل تم الاتفاق بهذه الطريقة وهل فيه شهود تم الاتفاق تم الاتفاق واخته كانت شهده اسمائي بس انا بس بس األك هل تم الاتفاق على بيع العربية وان التمن ده تهتم بطريقة مقصطة فهتحد التمن العربية الى اخر قصة وقال له انت دلوقتي هتدفع اقصات لمدة 3 سنين مثلا وهتدفع 4000 في 3 سنين فيبقى رقم العربية كذا وفي اخر قصة بعد كده هنخلص لك وراء العربية هل تم كده تم كده بالضبط حضرتك لا هم مش مالهمش حق ان هم يرجعوا في هذا الكلام بناء على اللي انت بتقوليه ده والعهدة على حضرتك وكأن واحد بيقولي هل بعد ان تم الاتفاق على بيع سيارة بالتأسيط يجوز قبل انتهاء قبل دفع اخر قصة ان يأتي شخص ويقولي ان الاموال التي كنت ادفعها هي اموال ايجار الجواب لا هي اموال شراء وهو يدفع اخر قصة وله ان يأخذ السيارة واذا فعلوا غير هذا بناء على كلام حضرتك ده اذا فعلوا غير هذا سيكون ده اتنوع من انواع الظلم واكل اموال الناس بالباطل معايا الحاجة سويرة تتفضل ايو يا شيخ عمر اهلا وسهلا طلبة مسحابتك ان انت تدعي لزوجي رح يعمل عمره وبطل بالله خدعي منك عمره بقير وان ييجي لولاده بالسلامة يا ستي ده 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 عيخف ويبقى عند حضرة النبي ويدعلكم عناك عند الملتزم وعند حضرة النبي ويجي في خير وسلامه ارفع ايدك معي للسماء وقولي اللهم اني اسألك بحق المقام الكريم الذي نزل عليك فيه زوجي وحبيبي ان تفرج عنه بحق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وان تلهمه يا ربنا وان تجمع له بين تمام الاجر والعافية وان تتمم له عمرته كما وعدتنا يا كريم فان شاء الله الله سبحانه تعالى يتمم له الخير وابشري ما فيش ان شاء الله يأتي سالم غانم بكل الخير والسلام ان شاء الله يا حج تتفضل الاستاذة علا من الفيوم ايه بقول له حضرتك انا دلوقت فين مشاكل يعني من ساعت ما تخلأت على وجل الارض والدتي تتفصلت عن أبويا وواوو ياه ياه يا ده انت مذاكرة هو يعني انتي ساعت ما انت كنت بترضاعي من امك وساعت ما كنت بتحبي كان عندك مشاكل كمان يعني من ساعت ما انت خلأت زنوب في بطن أمك ما ينفعش يا أستاذ علا لا أمه جوزي راجع عني ولا جوزي راجع عني ولا أهل جوزي هقولك حاجة وأقولك تعرفي تعملي ده إزاي بص يا أستاذ علا اللي عندنا ده أت حاجة أسمع المظلومية أنت أول حاجة لازم تبطلي كآبة يعني تبطلي ملكيش دعو بالكآبة عاد الكآبة تمسمي وأحس بالنعمة وحس بالنعمة أنا سمع أولاد أطفال حواليكي لعل دولة يكونوا أولادك يعني جاية تقولي أنا دولة في كذا يعني أنت عندك أولاد نعمة من ربنا ومم بحبش أنا عشان واحد يحس بالأولاد أقوله ده فيه غيرك ما عندوش أولاد لأ أنت عندك نعمة فاحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة ولئن شكرتم لأزيد أنكم يبقى إيه يا ستي مسئلة بسيطة وسهل أول حاجة اتركي ودعي الكآبة تاني حاجة لازم بيعندك ورد لحمد الله سبحانه وتعالى تالت حاجة لازم تغيري في حياتك واضح أن أنت علاقاتك مع الناس علاقات دايما فيها نوع من أنواع إحساس أن الناس بيرفضوك أو الناس بيظلموك أو الناس ما بيدلوكيش حقك لا أنت حاولي تشير الكلام ده من دماغي وأقبلي على الله سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويبارك لك تالت حاجات أهم تالت حاجات أستاذ أولى بقولهم لك أهم أول حاجة دعي الكآبة تاني حاجة أكثري من حمد الله على ما عطاك من النعم تالت حاجة غيري من برنامج حياتك وشوف الدنيا من عند الله سبحانه وتعالى واسيبك من ده كله واسيبك من كل الهموم والأفكار السوداء اللي عندك دي هتجد الدنيا هتتسع ليه؟ لأن ضيق الرزق من قصر النظر ووسع مشهدك تنى المسعدك كل ما تشوف بعين بنور الله تجد الدنيا بوسع الواسع سبحانه وتعالى يا رب نسألك وأنت الكريم أنتهبنا أن نعيش بمددك وأن نتيقن أنك لم تدعنا وأننا في حضرتك حضرة كرمك وودك ومددك ونعمتك يا رب العالمين اللهم لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين واجعلنا دائما نرى الدنيا بنورك يا رب العالمين فنرى الوسع والكرم والفتح والتوفيق والسداد يا رب نسألك أن نرى دائما معيتك لنا وأن نرى ودك وأن نرى تدبيرك لأمرنا حتى نكون من السعداء بأنك يا مولانا جعلتنا محل نظرك فمن الذي يتعس وأنت نظرت إليه بنظر رحمتك يا رحيم اجعلنا نرى رحمتك في كل شيء ونحيا بودك فيا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا رب العالمين